الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بالخيرات والمسرات إخواني وأخواتي في كل مكان أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى معنا قصة مقرئ فقرة قصة مقرئ ومعنا الإمام عاصم رحمه الله تعالى ورضي عنه ومعنا كذلك من مقرر الحلقة سورة الإخلاص بإذن الله تعالى وبعد ذلك نسعد باستقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة لعرض تلاواتكم لسورة الإخلاص وكذلك نعرض ما وصل إلينا وما نستطيع يعرضه في وقت الحلقة من مشاركات الواتساب بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم وأن يبارك فيكم جميعا اللهم أمين أيها الإخوة والأخوات نخرج لفاصل قصير ثم نبدأ بعده فقرتنا مع الإمام عاصم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فحياكم الله مع قصة مقرئ ونتفيأ بعض ظلال هذه الأخبار التي وردت إلينا عن أئمتنا من القراء نتعرف من خلالها على منهجيات المقرئين في نقل كلام الله عز وجل تعلما وتعليما تلقيا وتلقينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يرفع قدرهم في عليين وأن يجعلهم بصحبة سيد المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأكارم اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن إمام عظيم وعلم كبير من أعلام الإسلام وهو الإمام عاصم رحمه الله تعالى صاحب القراءة التي يقرأ بها معظم المسلمين اليوم في العالم الإسلامي في بلاد العالم الإسلامي المشرق الإسلامي كله ومن أول المشرق من أول إندونيسيا إلى مصر غربا وبلاد الشام والعراق ومن هاجر من هذه الأماكن كلها إلى أنحاء العالم في أوروبا وأمريكا وغيرها يقرؤون برواية حفص عن عاصم والمغرب الإسلامي من أول ليبيا إلى الساحل الغربي للقرى الإفريقية المحيط الأطلسي عندنا قراءة الإمام نافع فالإمام عاصم تسيطر قراءته على معظم بلاد العالم الإسلامي وعليها أكثر المسلمين في كل مكان فينبغي علينا أن نتعرف على هذا الإمام وأن نأخذ شيئا من سيرته العاطرة فمن هو الإمام عاصم؟ الإمام عاصم رحمه الله هو عاصم ابن أبي النجود بهدلة الأسد الكوفي الأسد مولاهم طبعا الكوفي الإمام أبو بكر الإمام أبو بكر عاصم ابن أبي النجود الأسد مولاهم لما نقول مولاهم هنا نقطة يعني نحب أن ندركها العرب قبائل العرب من الناس من ينتسب إلى القبيلة بالنسب ما معنى بالنسب؟ يعني هو من أبناء رجال القبيلة نسبه فيهم وقد ينتسب إليهم بالولاء ما معنى بالولاء؟ يعني بالعبودية القبيلة يشتري منها أحد أحد الرجال أو أحد منسوب هذه القبيلة يشتري عبدا فهذا العبد ينسب إلى القبيلة هذه قبيلة أسد الأسدي اشترى عبد العبد نسميه أسدي كمان ونقول الأسدي مولاهم هذا العبد ومن انتسل منه لأن ولاءه لمعتقه وولاءه لصاحبه يعني أعتقه أو لم يعتقه فنقول مولاهم وهذا حقيقة من مفاخر الإسلام أن يكون إمام مثل الإمام عاصم ينتسب إلى أسد بالولاء وليس بالنسب يعني هو فيهم بالرق والعبودية ومع ذلك يكون له هذا الشأن العظيم حتى يصيل رئيس الإقراء في الكوفة شيخ المقرئين في الكوفة انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة فهذه مفخرة من مفاخر الإسلام يا ما رأينا من علماء المسلمين الذين أخذ عنهم العلم وكان لهم بصمة عظيمة في مسار العلم كانوا موالي كانوا عبيد كانوا أرقاء ومع ذلك كانت لهم بصمة كبيرة ويتتلمذ عليهم العلماء من أشراف الناس وغير الأشراف كل الناس يتتلمذون على أيديهم ويكون لهم تلك المكانة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما يروى عن بعض الصحابة سبحان الله شككت الآن فهذا الكتاب يرفع الله تعالى به أقواما ويضع به آخرين لعله مروي عن عمر رضي الله عنه فنعم مروي عن عمر لأنه في قصة في إحدى القصص يعني سأل عن أهل مكة من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة قال من ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا قال استخلفت عليهم مولا قال إنه عالم بكتاب الله تعالى وعالم بالفرائض قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ولعله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم من أن هذا المعنى معنى معروف يعني فالإمام عاصم رحمه الله تعالى لم يضره أنه أسدي بالولاء ولا بالعبودية والرق لم يضره ذلك وإنما كان هذا الأمر مفخرة من مفاخر الإسلام فالإمام عاصم رحمه الله تعالى كما قلنا انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة والكوفة من أعظم حواضر الإسلام في صدر الإسلام قرأ القرآن الكريم على أبي عبد الرحمن السلمي نعرف الآن من هو أبو عبد الرحمن السلمي وقرأه كذلك على زر بن حبيش قرأه كذلك على زر بن حبيش وقرأه على سعد بن إياس الشيباني وحدث عن جماعات من أئمة العلماء وأهل القراءة يعني تعددت روايته حتى صار إلى هذه الإمامة ولذلك احنا دائما نقول لا يصير المقرئ يعني أستاذا وإماما يفزع الناس إليه دون أن تتعدد روايته لا يصلح أن يكون رواعا رجل واحد هو كل أستاذ رجل واحد ونعم الأستاذ ممكن يكون الأستاذ إمام نعم ولكن برضو مش كافي حتى يتحول هذا الرجل إلى إمام لا بد أن تتعدد مدارس الأخذ قرأ على مدرسة وعلى مدرسة أخرى ومدرسة ثالثة ويستمع للجميع ويستفيد من الجميع ولا يكون متعصبا لمدرسة ولا يكون جامدا على تلق واحد والتلقي الآخر صحيح موجود ينبغي أن يكون له موسوعية في أخذه وفي روايته هكذا يصير إماما بعد ذلك يكون مؤهلا لأن يجتمع إليه الناس ويأخذون ويأخذوا عنه نعم والإمام عاصم رحمه الله يعد في صغار التابعين الصغار لما نقول صغار من الصغار القدر يعني صغار السن فيهم هم طبقات فهو في طبقة صغار التابعين ومع ذلك مع إنه من طبقة صغار التابعين حدث عنه بعض كبار التابعين مش إحنا قلنا لكم مرارا لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه أهو عطاء ابن أبي رباح التابع الجليل يروي مما يرويه يروي عن عاصم أيضا مع إنه أصغر منه في الرتبة لكن لا بأس بذلك وعاصم لماذا تصدر وأخذ عنه الكبار لأنه جد واجتهد في الطلب وهذا هو شأن طالبي العلم النبيه كذلك ممن روى عن عاصم رحمه الله غير عطاء ابن أبي رباح أبو صالح السمان وكلاهما روايا عنه اللي هو عطاء ابن أبي رباح وأبو صالح روايا عن عاصم وهما من شيوخ عاصم أيضا وقد يفوق التلميذ أستاذه أحيانا التلميذ يتوسع في الرواية ويجمع حتى يأخذ الكثير الطيب فيعود إليه بعض أشياخه ويرغون عنه كذلك من تلاميذه بعض الأئمة الكبار كأبي عمر بن العلاء والحمادان والسفيانان وشعبة وأبان ابن يزيد وشيبان وغيرهم وكذلك ممن روا عنه القراءة أبو بكر شعبة بن عياش إن شاء الله نتكلم عنه في الحلقة القادمة وكذلك حفص بن سليمان صاحب الرواية المعروفة رواية حفص عن عاصم هذه أيضا حفص من أوثق طلابه الذين رواوا عنه وسنتكلم عنه لاحقا أيضا ونخصه بالترجمة إن شاء الله تعالى متى صار الإمام عاصم شيخ أهل الكوفة بعد من من شيخ المقرئين في الكوفة قبله أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الذي تكلمنا عنه رحمه الله تعالى فكان هو شيخ المقرئين ورئيس الإقراء في الكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يتسم عاصم بأمرين دائما يذكران عنه الأمر الأول أنه كان شديد الفصاحة فصيح جدا تذكرون ما ذكرناه عن زر بن حبيش يعني ورثه تلميذه عاصم في هذا يقولون إنه كان من شدة فصاحته إذا تكلم كاد يدخله خيلاء ما معنى يدخله خيلاء مش إنه يتكبر بكلامه لا يعني كأنهم يقولون إنه لو كان هناك أحد جديرا بي أن يتكبر بفصاحته لكان عاصم جدير بهذا من كثرة ما إنه فصيح هو لم يكن متكبرا الله تعالى لا يرفع المتكبرين وإنما يضعهم مش يرفعهم في العصور والقرون حتى نذكرهم بعد وفاتهم بألف وثلاثمائة عام لا فالإمام عاصم كان شديد الفصاحة معروف بهذا الأمر بل إنه كان لا يحب للقارئ أن لا يكون على معرفة بالعربية وليس مجيدا يعني لدقائق وتفاصيل العربية هذا من مدرسته القرائية كان يعتني بهذا وكان يحث طلابه على جودة العربية ويقول إن القارئ لا يكون قارئا من غير إجادة للعربية متشبع بالعربية وفصيح جدا ومتقن أيضا من ضمن الأمور الأمر الثاني المشهور جدا على الإمام عاصم أنه كان حسن الصوت جدا بالقراءة كان حسن الصوت بالقراءة جدا حتى إنهم يقولون إن صوته وهو يقرأ إذا قرأ كأن ما في حنجرته يعني جلاجل كأن حنجرته تصلصل مثل فيه صوت مميز له نبرته جميلة وصوته حسن لاحظوا بارك الله فيكم يعني هذا عنصر من عناصر الإمامة في القراءة كم سمعنا وكم رأينا وكم روينا وكم شاهدنا من قراء متقنين جدا لكن ليس عندهم صوت حسن القراءة وحدها تحسن صوته نعم وجودة القراءة والتجويد يحسن صوته لكن لما يكون هو لديه مع ذلك كله حسن صوت وبراعة في الأداء وجمال وحسن في الأداء وإتقان لهذه المهارات يكون أجمل وأجمل وأحسن ويكون إماما للناس ويجتمع عليه الناس حتى إن ربما يأتي إليه ناس من أسقاع الدنيا يسمعونه لجمال صوته وحسن صوته ورقد وقد رأينا ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان يقول عندما صلى بهم في صلاة المغرب بيقوله والله أحد قالوا فلو ددنا أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله كما ذكرنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القراءة الجميلة الصوت ممتعة وكذلك كان الإمام عاصم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أيضا مما نحب أن نذكره في سيرة هذا الإمام المبارك أن نفس المسألة التي ذكرناها من قبل أبو إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم بن أبي النجود وكما قلت لكم كم مرة سنسمع هذه العبارة عند القراءة يعني العشرات من المرات ما رأيت أقرأ من فلان وكلهم في وقت واحد وفي زمن واحد أو زمن متقارب ومع ذلك يقول ما رأيت أقرأ من فلان هذا كما قلنا لكم يعني يكون بحسب التسلسل الزمني يعني ما رأيت أقرأ من المعاصرين ما رأيت أقرأ من الأحياء إلا فلان ما رأيت أقرأ ممن شاهدتم إلا فلان ما رأيت أقرأ من أهل الكوفة إلا فلان مثلا يعني فيكون مرتبط بزمان أو بمكان جغرافي أو شيء من هذا القبيل لكنها لا شك عبارة من عبارات التوثيق والثناء العاطر على الإجادة كذلك يقول الإمام عاصم رحمه الله كما يحدث عنه حمد بن سلمة يحدث أن عاصم قال ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبلك في أبو وائل ذو المكانة العالية عند العلماء يقول إنه لما آتي إلى أبي وائل ما آتي إليه من سفر إلا يقبل كفي ليه؟ هذا من التعظيم والتوقير والاحترام فانظروا إلى توقير العلماء للإمام عاصم يدل على جلالة قدره رحمه الله تعالى كذلك بعض الناس نجد فيهم أن القرآن أشرب فيهم يعني خلاص خالط فيهم اللحم والدم خالطهم وخالطة لا ينفك عنهم لما نقول فلان يعني نقول القرآن من أولئك الرجال كان الإمام عاصم رحمه الله مر من المرات هو نفسه يقول مرض سنين جاءه مرض عضال يعني مرض قاطعه عن القرآن من شدة التعب قال مرضت سنين فلما قمت يعني قمت من مرضي قرأت القرآن فما أخطأت حرفا شوفوا الإتقان يعني يمرض سنين ينقطع شوية مش عبارة عن يعني رجل ضعيف لابد كل يوم يراجع فإذا ترك المراجعة يوما ضيع لا 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 القرآن مخالط للحمه ودمه مخالطة صار يعني جزء من كيانه صار جزءا من كيانه مرضت سنين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا هو فرح بذلك ومسرور نعم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك يعني أن يثبت القرآن في قلوبنا وأن يخلطه بأعمالنا و بحياتنا وكان الإمام عاصم رحمه الله صاحب قراءة فصيحة قراءته فيها همز وفيها مد يعني القراءات مختلفة وقراءة الإمام عاصم فيها همز وفيها مد وفيها فصاحة ظاهرة جدا ونحن نقرأ برواية حفصا التي رواها عن عاصم رحمه الله وكانت قراءته مشهورة بهذا الأمر طبعا الإمام عاصم كما قلت لكم روى عن زر بن حبيش وعن أبي عبد الرحمن السلم وعن جماعة غيرهم من القراء وهؤلاء القراء من التابعين كانوا متتلمذين على صحابة كما بينا ذلك في سيارهم في الحلقة الماضية زر بن حبيش و أبي عبد الرحمن السلم يقول أبو بكر بن عياش يروي عن أبي إسحاق عن شمر بن عطية أنه قال فينا رجلان أحدهما أقرأ الناس لقراءة زيد عاصم بن أبي النجود و الآخر أقرأ الناس لقراءة عبد الله يعني ابن مسعود اللي هو الأعمش قراءة عبد الله بن مسعود يقول أتقنوا الناس في قراءة ابن مسعود الأعمش وهو من أئمة القراءة طبعا لا نذكره كما قلت لكم احنا فقط نركز على الرجال الذين كان لهم بصمة في نقل رواة حفص عن عاصم بالأخص يعني حتى أكثر من شعبة سنتكلم عن شعبة لكن سنعتني برجال قراءة الإمام عاصم عناية شديدة الأعمش ليس من رجال قراءة عاصم و من رجال قراءة حمزة و غيره فلذلك لن نخصه بالترجمة يقول أحمد بن عبد الله العجلي عاصم صاحب سنة و قراءة ما معنى صاحب سنة و قراءة يعني أنه رحمه الله كان مجيدا للقراءة متبعا للآثار ما معنى متبع للآثار يعني قراءته ليست خارجة عما تلقاه و رواه بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام كان يمكنه أن يختار قراءة من مجموع ما رواه عن شيوخه يعني أنا لو أنا عاصم و قرأت على ثلاثة أو أربعة أو خمسة من التابعين بإمكاني أن أختار من مجموع ما رويته عن هؤلاء الخمسة مثلا وجدت أنه والله واحد من شيوخ إن فرد بكلمة معينة و كل الآخرين قرأوها بقراءة أخرى مثلا مثلا يعني قرأت على أربعة من شيوخي مالك يوم الدين و قرأت على واحد مالك يوم الدين هو مش خطأ لكن أنا لما أختار و أقرأ لنفسي و أريد أن أقرأ القرآن بقراءة من مجمل ما أخذته عن هؤلاء الشيوخ أقول مالك يوم الدين هذا الذي فعلته لأن اسمه إيه؟ اسمه اختيار عاصم أنا عاصم و اخترت هذا هل هذا يدل على أن ملك يوم الدين خطأ؟ لا لكن يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجوز للقارئ أن يختار اختيارا لنفسه ينتسب إليه مثلا عاصم لما حضرته الوفاء كان يقرأ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ردوا كسر الراء هي لغة هذيل و هي رواية من الرواية السائغة التي كانت تروى في زمن الإمام عاصم و لكنه ليس اختيار عاصم عاصم يقرأ ثم ردوا إلى الله بضم الراء لماذا قرأ ردوا؟ لأنه تلقاه و رواه و أخذه عن شيوخه فليس معنى الاختيار أنه غيره خطأ لا إنما هو المنهجية التي عمل عليها الإمام و هذا هو عمل القراء العشرة نسمع القراءات العشرة أو القراءات السبع هؤلاء القراء أخذوا من مجموع ما رووه عن شيوخهم أخذوا بمنهج معين فصار منتسبا إليهم هل المنهج هم الذين وضعوه؟ يعني هم الذين ألفوا هذه الكلمات؟ لا طبعا إنما اختيار مجرد أسلوب في انتقاء القراءة مروي بالإسناد في الأخير عن هؤلاء العلماء و الرجال الذين رووا عنهم هؤلاء الشيوخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم لا بد أن يكون واضحا أيضا مما نحب أن نذكره عن هذا الإمام رحمه الله أنه كان ضريرا و مع ذلك كان حليما جدا تعرفين يعني من ابتلاهم الله تعالى في أبصارهم و كثير من أهل القرآن فيهم هذا الأمر يعني نجد أن كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ليس للعيميان إلا القرآن ليه؟ لأن القرآن معتمد على الحفظ و فاقد البصر يكون قوية الحافظة جدا في الغالب فينشغلون بكتاب الله عز وجل فالإمام عاصم كان ضريرا المكفوفين كثيرا ما يكون عندهم حدة شوية فمر من المرات الإمام عاصم واحد بيقوده و ماشي في الطريق فلم ينبه الإمام عاصم إلى أمر في الطريق يعني فسقط الإمام عاصم و وقع وقعة شديدة يعني أنا لا أقول الضرير أي إنسان يعني أول ما يقع هذه الوقعة لسانه سيفلت على طول يقول يا أخي مش تشوف أو أنت يا أخي يعني مش منتبه أو أنت جننت أي شيء يقوله تفلت أعصابه وقع الإمام عاصم وقعة شديدة قال فما كهره ولا قال شيئا كأنه شيء لم يكن وقف مرة أخرى والحمد لله رب العالمين و انتهى شوفوا الحلم شوفوا الحلم طبيعي والله هؤلاء القارئ لما بيصحح للناس بيقع عنده إيه آه الأشكال والألوان من الطلاب وهذا بطيء في التصح وهذا يدرك وهذا لا يدرك وهذا منهجه مختلف وهذا أسلوبه غير جميل وهذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق فلابد أن يكون القارئ المعلم صبورا حليما لو لا هذا الحلم الذي يظهر في مثل هذه المواقف ما كنا فهمنا كيف استطاع أن يتلقى عنه الآلاف و الفئام من الناس أهل الكوفة يرون القراءة عن الإمام عاصم رحمه الله تعالى و طبعا كان تلقيه للقراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي كان وهو صغير قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي و نحن غلمة أي فاع صغر في السن يعني بدأوا من سن مبكرة طلباء العلم كما قلت لكم نحب أيضا أن نسلط الضوء على أسلوبه في التلقي قال عاصم رحمه الله طبعا تلميذه شعبة تلميذه أبو بكر شعبة بن عياش يروي عنه هذا الخبر يعني يقولون ما أكثر ما حدث طلابه بهذا أنه يقول عاصم أخبرني أنه قال ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي هو الشيخ الأول و كان قد قرأ على علي رضي الله تعالى عنه طبعا أبو عبد الرحمن قرأ على علي فقلت لعاصم عفوا قال نتابع كلام الإمام عاصم قال و كنت أرجع من عنده خلص الدرس عند أبي عبد الرحمن السلمي فكنت أرجع من عنده فأعرض على زر ابن حبيش و كان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود قال شعبة بيقول لشيخ عاصم قال له لقد استوثقت والله أنت ما شاء الله قرأت على شيخين أجلة لقد استوثقت فكان دائما يحدث شعبة كان دائما شعبة يعني يحدث بهذا الخبر عن طلابه لطلابه و ذكر أيضا أن الإمام عاصم رحمه الله لم يخالف أبا عبد الرحمن السلمي تقريبا في قراءته و أبو عبد الرحمن تقريبا لم يخالف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قراءته فقراءة رواية حفص عن عاصم كما سنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة هي القراءة التي أخذها الإمام عاصم في الغالب 90% يعني عن أبي عبد الرحمن السلمي و أبو عبد الرحمن السلمي 90% من قراءته هي قراءة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا تقريبا هو يعني أكثر الاختيارات جاءت من هذا الطريق و هناك كلمات قليلة من القراءة أو الرواية الأخرى عن عبد الله بن مسعود و عن زر بن حبيش و اختيارات أخرى لكن عمود الرواية في قراءة الإمام عاصم من رواية حفص هو هذا ما رواه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك مما نحب أن نذكره أن الإمام عاصم رحمه الله كان معروفا بالعبادة كان ذا نسك و صلاح و تقوى يقولون كان إذا وقف للصلاة ينتصبك حتى كأنه عمود يعني من طول الوقوف يطيل الوقوف و كان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة لا يخرج إلى العصر يجلس في المسجد إلى صلاة العصر و كان عابدا خيرا و كثيرا ما يشاهد و هو يصلي و مش كده بس كان يحب الصلاة في المساجد يعني ربما راح مع واحد إلى مشوار و هم مشيين وجدوا مسجدا فيقول له الإمام عاصم رحمه الله يقول مل بنا يعني تعالى نميل هنا على المسجد فإن حاجتنا لا تفوت فيدخل و يصلي يعني كوي في مسجد يعني يشق عليه أن يمر على المسجد دون أن يصلي فيه ركعتين و نكمل حاجتنا يعني لن تفوت الحاجة مع إنه مش وقت صلاة لكن مل بنا نصلي فإن حاجتنا لا تفوت رجل قلبه معلق بالمساجد و كان الإمام عاصم رحمه الله تعالى قد حضرته الوفاة و هو في الوفاة أغمي عليه فأفاق طبعا متصورين حال الوفاة سكرات الموت المشقة التي يكون عليها الإنسان في تلك الحالة هل هو على نسق يستطيع أن يكون فيه يعني متق للأداء و القراءة في الغالب يعني كويس أن الحروف بتطلع لكن الإمام عاصم رحمه الله أغمي عليه فأفاق فقرأ ثم ردوا هكذا كسر الراء على لغة هذيل ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قالوا فهمز يعني إيه فهمز يعني حروف كانت فصيحة وواضحة جدا قالوا فعلمنا أن القراءة منه سجية يعني هو لا يحسن أن يقرأ إلا قراءة متقنة ما يعرفش يقرأ خطأ لا يحسن أن يقرأ قراءة عبانة فعلمنا أن القراءة منه سجية توفي الإمام عاصم رحمه الله تعالى سنة 27 و 100 من الهجرة 127 من الهجرة رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وألحقنا به في عليين بصحبة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الحمد لله الذي أكرمنا بسير هؤلاء العلماء ونسأله أن يخلقنا بأخلاقهم وأخلاق علمائنا وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين فاصل ونتابع هل تعلم من هو سيد التابعين هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمد المدني قال الزهري وغيره كان سعيد بن المسيب أفقه التابعين وكان من أعلم الناس وأفقههم قال قتاده ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب كان ابن المسيب يرحل إلى البلدان في طلب الحديث وقد قال عن نفسه إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد ومع ساعة علمه كان يتورع عن الفتوى فعن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئاً إلا قال اللهم سلمني وسلم مني وكان عابداً قانتاً محافظاً على صلاة الجماعة يقول ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ أربعين سنة وكان معظماً للسنة جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع فقال الرجل وددت أنك لم تتعن أي لم تتعب نفسك فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع وكان زاهداً ورعا قال ابن كثير كان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني وكان كريماً وصولاً كان له مال يتجر فيه ويقول اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا وإنما أريد أن أصل منه رحمي وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار توفي سعيد بن المسيب رحمه الله سنة أربع وتسعين للهجرة وهو ابن خمس وسبعين سنة وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها رحمه الله ورضي عنه حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل ومقررنا إن شاء الله تعالى كما أسلفنا سورة الإخلاص سورة الإخلاص نقرأها إن شاء الله ونبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله فيكم هذه الآيات الكريمة ننبه فيها إلى بعض التنبيهات طبعا قوله تعالى قل هو الله أحد ننبه إلى توضيح الهمزة تحقيق الهمزة تبيين الهمزة لسه كنا بنتكلم عن الإمام عاصم ونقول إن قراءته قراءة همز ووضوح نعم همزاته محققة قل هو الله أحد في ناس بيقرأ قل هو الله أحد ويقلب الهمزة إلى واو وهذا لا ينبغي ولا يصح في قواعد الرواية قل هو الله أحد الله الصمد طبعا لفظ الجلالة يكون مفخما إذا كان قبله فتح أو ضم قل هو الله فخمنا لفظ الجلالة لأن قبله مفتوح الله كذلك فخمنا لفظ الجلالة لأن قبله مفتوح الصمد نرقق الميم لا نقول الصمد تمام لم يلد ولم يولد القلقلة سننبه إليها دفعة واحدة ولم يكن له كفوا أحد ننبه هنا إلى ضمة الفاء لاحظوا هنا الفاء مضمومة ولم يكن له كفوا كفوا كثير من الناس لما يقرأ يقول كفوا ويسكن الفاء لا كده لا يصلح كفوا نضم الفاء ربنا يبارك فيكم ولم يكن له كفوا أحد فنضم الفاء أيضا السمة الواضحة أيضا للأحكام هنا في السورة قل قلة الدال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نتنبه لي القلقلات القلقلة نوعان بارك الله فيكم قلقلة صغرى وقلقلة كبرى القلقلة الصغرى في حروف قطب جد لما تكون ساكنة موصولة بما بعدها القلقلة الكبرى حروف قطب جد لما تكون ساكنة وموقوف عليها يعني لما نقول قل هو الله أحد لاحظوا هنا وقفنا إحنا على كلمة أحد فالدال هل تكون قلقلتها صغرى ولا كبرى أحد ها تكون القلقلة قلقلة كبرى نعم لأن الدال موقوف عليها أحسنتم كذلك الصمد وقفنا عليها فالقلقلة هنا كبرى طيب لم يليد ولم يولد في عندي قلقلتان القلقلة في يليد هذه قلقلة الماذا كبرى ولا صغرى كأني سامع ناس بيقول قلقلة كبرى ليه لأنه الدال في آخر الكلمة لا علاقة لآخر الكلمة بالموضوع الدال في آخر الكلمة نعم لكنها موصولة بما بعدها العبرة بالوصل والوقف انتبهوا لهذا الحكم العبرة بالوصل والوقف لم يليد ولم الدال هنا مقلقلة قلقلة صغرى لأنها موصولة بما بعدها ولم يولد وقفنا عليها فالقلقلة هنا قلقلة كبرى ولم يكن له كفوا أحد أحد القلقلة هنا كبرى كذلك لأنها موقوف عليها هذه هي الملاحظات الأساسية التي نحب أن نتنبه لها في سورة الإخلاص نبدأ بسم الله باستقبال المكالمات وعرض المشاركات من معنا؟ مشاركة واتساب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد طيب وقعت يا رقية في كل الأخطاء اللي نبهنا إليها تقريبا فأنت ما لم تقلقلي وفين القلقلة نريد أن نسمع القلقلة أحد الصمد ياليد يولد أحد خمس قلقلات تقريبا كذلك عندنا كفوا سكنت الفاء كفوا سكون الفاء غلط كفوا 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 هكذا كمان هناك ملاحظة ثالثة كنت أريد أن أنبه إليها نعم هي التنفس نعم التنفس في القراءة لا تتنفس في وسط الكلمات في وسط الآيات لا تتنفسين عند نهاية الآية قل هو الله أحد لكن قل هو الله أحد كده ما ينفعش كده مش صح هنأخذ نفس في أول القراءة وبعدما ننتهي من الآية نأخذ النفس الجديد بعد انتهاء الآية شكرا يا رقي على المشاركة نأخذ مشاركة جديدة أذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلاح الدين من المغرب قرأ برواية ورش عن نافع و نحب أن ننبهك يا صلاح الدين إلى أمرين قوله تعالى قل هو لا تقلق لله ما تقولش قل هو الله الآن إحنا عندنا حروف القلقلة خمسة خمسة حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال خمسة أحرف غير هذه الحروف مش تبعنا لا يقلقل هل اللام من حروف قطب جد لا إذن هل نقول قل هو ولا قل هو نسكن اللام قل هو الله أحد هكذا ماشي كمان نفس الموضوع في الحاء لما بسملت و قلت بسم الله الرحيمان الرحيم الرحيمان لا تلحق الحاء مش من حروف القلقلة يا صلاح الدين شكرا يا بني على المشاركة نأخذ مشاركة ثالثة معنا ساجد لله زهران من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد طيب ساجد في عندك القلقلات يا ابني أزبطها ها يعني الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أنا حد ماشي طبعا كفو أنا حد لأن ساجدا يقرأ من المغرب برواية ورش عن نافع ماشي الحال طيب نأخذ مشاركة أخرى معنا محمد من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد بارك الله فيك يا محمد وأشكرك على المشاركة خلي بالك من أعوذ أعوذ ما تنفعش أعوذ طلع لسانك أخرج اللسان في حرف الذال قول أذ أذ ذا ذو ذي أذ ذا ذو ذي تعود عليها لكن ما ينفعش نقرأ أعوذ أخلي بالك وخصوصا لو كنا بنقرأ في سورة الفاتحة في سورة الفاتحة صراط الذين ما ينفعش هذا خطأ كبير فانتبه نحن مش في سورة الفاتحة نعم لكن من باب التنبيه لأنه هذا أمر جليل شكرا لك على المشاركة يا محمد نأخذ هذا الاتصال من معاذ من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا معاذ أهلا بسمي تفضل أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد فين وصلت في الحفظ؟ في أي سورة؟ الشورة الشورة ما شاء الله الله يفتح عليك يا رب ما شاء الله لقوة إلا بالله زادك الله من فضله وأتم عليك نعمه ظاهرة وباطنة وجعلك من أهل القرآن العاملين به اللهم آمين شكرا يا معاذ على المشاركة بني نأخذ مشاركة جديدة من الواتساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله الله يفتح عليك يا محمد أمتاز محمد علي من السعودية أحسنت وقرأت جيدا الله يفتح عليك يا بني طيب نأخذ أيضا مشاركة من محمد من المغرب عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله فيك محمد الزال أعوذ بالله أعوذ لا تقرأ أعود بالله أعود كده صارت الزال انقلبت إلى دال أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمام؟ كمان عندك الراء الراء عندك مكررة جدا يا بني أنت تقول أررر أررر نحن لا نريد هذا لا تقول من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم رأ أتيت؟ ما شاء الله أتيت بسلسلة من الراءات المتتالية أرّا 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 هكذا انتبه لهذا يا بني إن شاء الله تكون قراءتك أجمل لما تنتبه لي أيضا لا تمد زيادة لا تقول قل هو الله أحد هذا مد زائد لا تمد هذا المد بهذا القدر خفف شوية حركتين اتنين بس قل هو الله أحد كويس بارك الله فيك في ملاحظات أخرى بسيطة لكن أنا أكتفي بهذا لأني لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا يا بني نأخذ مشاركة من أسعد من اليمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أنحد ملاحظة من الملاحظات التي نبهنا إليها في بعدة اللوت الآيات ترقيق الممن ألش الصمد الصماء الصماء نرقق المين الباقي جميل وحروفك فصيحة ما شاء الله يا أسعد وأهل اليمن أهل الفصاحة وأهل الكرم بارك الله فيك وفتح عليك نأخذ مشاركة جديدة معنا محمد إسماعيل من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد إسماعيل فضلا لو أمكن أريد أن أستمع مرة أخرى لأتحقق من حرف من الحروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله فيك يا شيخ محمد القلقلة نصفها جميل ونصفها كان فيه ملاحظة شوف لما نقرأ احنا قل هو الله أحد د هكذا حطينا همزة بعد الدال د ها فيه همزة خفيفة احنا لن نولد هذه الهمزة أحد أحد د د بس مش د الهمزة كده مش صحيحة أيضا ننبه إلى توضيح حرف الح ولم يكن له كفوا أحد أحد أحا حرف الحا حرف صافي ها نصفيه من الشوائب ها لا نجعله أعد أعد هكذا الحا صارت يعني مخنوقة في الحلقة لا خليها أحد مريحة مستريحة ها فيها صوت صافي هكذا مرتاح ربنا يفتح عليك نأخذ مشاركة أخرى أيضا شيماء من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بارك الله فيك يا شيماء شكرا جزيلا على المشاركة مشاركة طيبة ما شاء الله طيب نأخذ أيضا إحدى المشاركات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم طيب ماشي آسيا نبه نحن في الملاحظات إلى أن قل هو الله أحد همزة محققة همزة واضحة قل هو الله أ هكذا لا نقول قل هو الله وحد انتبهي لهذا شكرا يا آسيا على المشاركة ولم يكن له كفوا أحد نضم الفاء كفوا أحد كفوا أنا حد بارك الله فيك يا آسيا نأخذ مشاركة جديدة أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ممتاز ممتاز يا عمر ممتاز يا حبيبي أحسنت ما شاء الله شكرا جزيلا لك يا عمر بارك الله فيك طيب معنا مجال نأخذ مشاركة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد الحلقة القادمة إن شاء الله من سورة المسد بإذن الله تعالى سورة المسد عندنا نتكلم فيها إن شاء الله عن حلقة الغد يعني قصة مقرئ جديدة إن شاء الله ونحضر سورة المسد ونقرأها ونستقبل مشاركاتكم فيها ونستعرضها ونسعد بمشاركاتكم جميعا بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وفتح ونعمة ومسرة وفرج على المسلمين في كل مكان اللهم آمين ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا ويحفظنا وإياكم وأهلينا وأبناءنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين بمنه وكرمه وأن ينزل الشفاء على المرضى وأن يرحم الموتى وأن يتولانا بلطفه ورحمته وعنايته إنه تعالى جواد كريم ألقاكم على خير إن شاء الله ونستودعكم عناية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ترجمة نانسي قنقر